ليس المهم أن تكون حياتك سهلة الأهم هو أن تتعامل مع جميع المشكلات بذكاء أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج بيت المصريين وشعرنا دايماً بيت المصريين لكل المصريين النهاردة معنا حلقة مميزة لإني ضفنا مميز النهاردة بدأ حياته العملية في سن مبكر ووصل النهاردة لمكانة كبيرة كتير من الشباب بيحلم بيها معايا ومعاكم النهاردة ضيفنا الأستاذ محمود علي التوركي أهلاً وسهلاً أستاذ محمود نورتنا في بيت المصريين أستاذ محمود عشرين سنة بدأ حياته العملية كمخرج وبعدين نشتغل في التمثيل عاوزين نعرف النهاردة إزاي بدأت قصته وإزاي مجح في مجال الإخراج والتمثيل تفضل احكي لنا يا أستاذ محمود إزاي في هذه السن قدرت تعمل لنفسك اسم اكتهدت وتعبت على نفسي ومن حاجة لحاجة ومش لازم أن تيقس من أول مرة حاولت أخذ الخطفة وفي الثانية وفي الثالثة الحد ما وصلت زي ما أنتو شايفين كده بدعوتكو وبدعمكو بدأت من إمتى؟ من أول مسلسل الأعلى سعر نيلي كريم ده كان من كم سنة؟ تقريباً كده في 2016 تمام طيب كان الأول الإخراج كلبات وإعلانات ولا كان التمثيل؟ لا أول حاجة لتصور الكلبات والإعلانات تنقلت من خطوة لخطوة إلى مقر الكلبات وإعلانات طيب مين الوقف جنبك في البداية؟ جمهوري ومتابعيني على جميع التواصل الاجتماعي اللي بدعموني أشكركم جميعاً على دعواتكم الجميلة دي هي اللي بتخلينا كمل وخاطر بالخواطر الصعبة حضرتك شاركت في كام عمل غاية المهاردة؟ سواء إخراج وإعلانات أو تمثيل؟ الحمد لله ربنا كرمني شاركت في مسلسل المداح وشاركت في مسلسل التووس وشاركت في مسلسل الملوش كبير وكنت في مسلسل نسل الأغراب ومسلسل المداح ومسلسل موسى ومسلسلين سعودي البصير 1940 وأهل الواحة تمام طيب قلنا اشمعنا مجال الفن؟ دخلته يعني إيه اللي عجبك فيه؟ أو الحاجة اللي حبتها فيه؟ الهواية ولازم أن تحب شغلك إذا كان أي نوع من أي شغل لازم أن تحبه عشان يحبك وتديله عشان يديك تمام إيه أكتر عمل شاركت فيه؟ وأهم عمل من ضمن الأعمال دي كلها؟ ساب بصمة بالنسبة لك؟ نسل الأغراب نسل الأغراب احكي لنا عن موقف حصل معاك فيه؟ ساب بصمة في نسل الأغراب أو في أي عمل آخر؟ هو مسلسل جميل جداً ويكوي وناجح والحمد لله زي ما أنتم شفتوا كده هو وإن شاء الله نبقى عندكم في كل جديد إن شاء الله حضرتك من الصعيد؟ من قصيوت طيب الأهل ما اعترضوش على شغلك في المجال الفني؟ في البداية بس الأغلبية دايماً بيذكر إن أهل الصعيد دايماً مش بيوافقوا إن أولادهم يشتغلوا في مجال الفن أو مجال الإعلام كمان والناس بتستغرب إزاي؟ يعني طلعت واشتغلت وهل بموافقتهم ولا كان في صعوبة معاهم؟ لا هي كانت في البداية بس كل حاجة برضاهم هم هم شايفين إن بيشتغل شغل محترم زي مسلسل مادة مع أستاذ حماد أهلال مع أستاذ كلها محترمين يعني ناو تكمل في المجال الفني وتسكله بالدراسة بما إنك لسه ما خلصتش الدراسة على فكرة أستاذ محمود لسه ما خلصتش الدراسة يا جماعة هتلتحك بدراسة خاصة بالمجال الفني بعد كده إن شاء الله هتكمل يعني فيه إن شاء الله طيب احكي لنا كده عن مواقف حصلتلك في الكواليس مع النجوم يعني كان معنا أستاذ محمد رمضان كنا لغاية آخر رمضان كنا بنصور كان السحور بيتسحر معانا فطار بيفطر معانا من نفس الفطار ما فيش أي اختلاف وشخصية جميلة جدا وبيتعامل إزاي مع الفنانين والممثلين والناس المبتدئة بيدعمهم وبيأكلوا ويشرب معاهم وبينصح كل واحد يشتغل في إيه يعني نصحني إن أشتغل في المسرح عشان أكون حاجة كويسة أشكروه بتحب مين من الفنانين أستاذ عدل الإمام في مسلسل فرقة نجعة طالة ومين تاني مسلك الأعلى في المجال الفني هم كلهم محترمين وكلهم فوق دماغي وأولهم أستاذ عدل الإمام يشرفني إن أشتغل معي تمام طيب ممكن نشوف صور ويتعلق لين عليها على الشاشة شرف لي ماشي تفضل هاتولنا الصور يا جماعة لأستاذ محمد المشاهد بتاعته ده مسلسل إيه السورة العشاشة ده مسلسل المداح مع الأستاذ حنان سليمان وأستاذ محمود عامر تمام من تصوير وده خالد الشيخ اللي هو واخد دور الشيخ عمار ممثل عبكري وربنا يوفقه في اللي جاي إن شاء الله بإذن الله ده أستاذ محمود رمضان أخو الفنان محمد رمضان الشخصية الجميلة هم الأتنين الله يحفظه الأستاذ خالد سرحان كان معنا في مسلسل المداح ضف لنا كتير تمام وإن شاء الله يبقى معنا في أعمال أخر الدور نفسه وده في مسلسل فارس بلا الجواز نسينا نذكره مع الأستاذ طارق عبد العزيز دي من عمل إن شاء الله في عيد الأطحى المبارك دي من اتفاقية في شركة السوق لسه يعني إن شاء الله عمل لسه في عيد الأطحى إن شاء الله في الملمحكمة بإذن الله ودي في لوكيشن أصري غفراني الغريب من آخر يوم تصوير تمام مع أستاذ محمد عزيز في مسلسل المداح مع أستاذنا وحاببنا والكوميديان الجميل والممثل العبكري أحمد بدير تمام دي من أصري غفراني الغريب كم عمل إيه مع الأستاذ أحمد بدير المداح تمام أيوة أستاذ حمد أحلال القلب الطيب عيد مباركة عليك إن شاء الله إن شاء الله الفنان الجميل دي صورتي وأنا محام فيلم المحكمة والورق في إيديهم صورت يعني انتهى العمل يعني لسه باقي مشاهد دي من مسلسل أهل الواحة تمام مع الأستاذ كريم عفيفي الأستاذ الأمر الجدعانة والضحكة الجميلة مع الأستاذة نسرين طافش وأستاذة دونيا عبد العزيز في مسلسل المداح دي دي من لوكيشن تصور فيلم المحكمة دي كانت صورة دي من أول يوم تصوير تمام دي من تصوير مسلسل التووس مع الممثلة المبدعة كانت معنا في التووس ومعنا في الموسى مع الممثلة الجميلة جدا العبكرية الكيوت إن شاء الله تبقى معناها في عام الفين اتين وعشرين إن شاء الله دي ديف مسلسل البصير الف تسعمية واربعين مع الجميل اللي مش عارف هسميه المطرب ولا الممثلة العبكرية أستاذنا مطرب جميل طبعا أستاذ حمد أهلال تمام أعمال كلها طبعا رائعة وأدوار مميزة لحضرتك وإن شاء الله نشوفك في أعمال أكتر بإذن الله بإذن الله عايزين نعرف هل من أصحابك حد في مهنة التمثيل عشان كده شجعتوا بعض طلعتوا مع بعض أه بس هم معظمهم في التمثيل نفسه موجودين يعني أه لكن أنا متنكر أنت دخلت عشان حبيبهم ولا حبيب التمثيل نفسه لا أهو أنا أما دخلت ما كانش ليها صحاب بس تعرفنا جواها يعني تمام يعني شجعتوا بعضوا على الاستمرار شجعتنا بعضينا وبنشتغل مع بعضوا تمام نفهم من كده من حضرتك بتحب الإخراج أكتر من التمثيل آه هواية عندي الإخراج جميل الإخراج كل ما تديه كل ما يديك آه الإخراج لوحده كان كام عمل الإخراج والإعلانات كان كلبات وإعلانات وإن شاء الله في مجموعة كلبات انتظروها مع نجوم جميلة جدا مطربين مهرجانات ومطربين شعبيين إن شاء الله انتظروها في خلال فترة قليلة تمام طيب ممكن حضرتك آآ تعمل لنا مشهد آآ رايس كده للاستاذ المشاهدين بسم الله عملت كلكم ايه عشان تعملوا فيك ده صرفت عليك وشجيت وتعبت ليه تعملوا فيك ده أنا تعبت وتمرمطت وتزللت عشان أخليكم بدل البشموندس تانيين عشان ترفعوا راسي وتريحوني عن تعب اللي فات كله ليه تعذبونك ده وغير كل كده أنا مزا أعلم منكم خالص الله يسلح حالكم وإسر أولادكم ربنا معاكم ويارب بكون قدرت أعمل مشهد صح بس هو مشهد ده منين بقى المشهد بحكي لنا عميه ده لسه ان شاء الله في العيد اه اتصور يعني اه بس لسه مش في العيد المبارك في عيد الفتر ان شاء الله في سنة 2022 هو المشهد عموما مش هيكون بهذا الشكل لسه في ميكاب تجبير السن وملابس تجبير السن فهو واخد شكل غير كده خالص تمام ايه طموحاتك يا استاذ محمود نوي تعمل ايه ان شاء الله باخد كرسات تقوية مع أعزم المخرجين المخرجين الجمال كلهم اشتغلت معهم في هذه المسلسلات الفترة اللي فاتت بتعلم انهم اه انت كنت قلت لي ممكن ما ادخل العمل عشان ما ابص برضو على الاخراج اه بتعلم ان اتزي كأكبر سنة واكبر في العلم نفسه بتعلم انهم ان شاء الله في خلال الفترة الجاية انجح وربنا يوفقني في دعواتك وفي دعمك اكون من المخرجين الجمال في المسلسلات والافلام ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق تفتكر حضرتك العمل في المجال الفني له سنة معين يعني ممكن اللي يشتغل يشتغل تنصحه بايه هل يشتغل من هو صغير عشان يعمل مكانه كل فترة ولا يشتغل في اي سنة عادي مش هتفقد لا امل هالسنة محدد خالص يعني اذا كان لو كانوا يشتغلوا هما ولسه صغار عندنا كان اولاد الاستاذنا وحبيبنا احمد زاهر اولاد وكمال نجوم حاليا بياخدوا بطولة لا يوسع عليهم ابتدوا من هما صغار يتعلموا كانوا بيطلعوا بدور ابناء يعني الافضل اه دي حاجة جميلة جدا ان يكون تزرع فيهم تمام ولكن لو اشتغل في اي سنة عادي لا عادي في اي سنة لا هو دور بينادي صاحبه كده وشكله يعني مع ده وده سواء يشتغل في اي سنة عادي صغير او كبير لا لا مش بالسنة خالص تفتكر حضرتك الشغل في المجال الفني سهل لا خالص احنا بنشوف على التلفزيون المشهد كم ثانية لكن هو بتصور في ايام وتعب ومجهود ودرسات قبل التصوير نفسه تمام والعمل في المجال الفني هل ينفع ولا بيختلف من ثنان لاخر يعني كان معنا الاستاذ وحيد الصنباطي وكان قال لنا ان العمل في المجال الفني مش لوحده ينفع يفتح بيت تبقى الشغلة اساسية ايه رأي حضرتك بقى تجتهد على نفسك ويتخلص من عمل لعمل الحد ما توصل لكيمة عالية بعد كده ما تحتاجش انك تشتغل في كذا حاجة لكن انت في بدايتك لازم انت حاول ودعافر انك يعني يشتغل على كذا حاجة يشتغل على نفسه ويقسم للناس لان المجال الفني برضو ممكن العمل فيه نقول مش مضمون يعني على حسب الطلب هو انت لازم ان تسعى وتتعب وتعافر ما انت لسه في البداية لسه ما تعرفتش لازم انت تعرف على دا وده مش هتتعرف عليه وانت في البيت اه طب وعايز ايه يقدر تنصح الشباب بايه يعملوه عشان الحابين يشتغلوا في الفن اه عندنا حاليا ممكن تعرض موهبتك الجميل على بنامج تيكتوك وبرامج تانية كتير بتعرض موهبتك دي على صحابك ووجرينك واهل بيتك وعيتك وكل الناس ما دي يقسم من اول كم مرة لا عافر معاها شوية بس هتوصل ان شاء الله عندنا اكبر مثال استاذ محمد رمضان يعني زي ما انتوا بتشوفوه هو بيقولوك انا ابتدتها من تحت الحد ما ربنا كرمه زي ما انتوا شايفينه كده وربنا يعلي كمان وكمان ايه دور استوشيا المدية في حياتك عندك قناة على اليوتيوب ولا المواقع التواصل فقط عندي فيسبوك لسه حاليا ما عملتش انستجرام لو عملته هقولو في فيديو عشان تكونوا عارفينه عملت قناة على اليوتيوب بس لسه عملتها من كم يوم فلسه ما كبرتش عموما طب وليوتيوب قناة يعني انه تشتغل في على اليوتيوب تنزل فيديوهات تعمل تيك توك ولا مش في دماغك يعني لا لا انا لو لي شغل اللي عملته ينزل على القناة اللي احنا متفقين عليها لكن انا القناة دي ممكن انزل لك لي مشهد عملته كده اه يعني بس مش هتعمل مثلا قناة مخصصة لأعمالك لا تقدم فيها على السوشيال ممكن الدنيا ممكن تفكير يتغير بعد كده واعمل يعني اه في الوقت الحالي لا في الوقت الحالي انا حاليا لا تمام تحب توجه الرسالة لمن بشكر كل متابعيني اللي بيدعموني وبيدعولي وبيكلموني وبيشجعوني انا بكمل بدعواتك وبتشجعك الاولا كده انا مش هقدر عافر هنا وهنا وكمل اشكركم جميعا وعيد مبارك عليكم ان شاء الله وان شاء الله كون عندي حسن زنوكو وان شاء الله فيلم المحكمة يعجبكم ان شاء الله فيلم المحكمة حضرتك انتهيت من تصويره خالص ولا لسه قلت فيه مشاهد معينة لا لسه باقي مشاهد بسيطة وان شاء الله يخلص على خير ان شاء الله عيدي الاطحى المبارك ان شاء الله طي ممكن تحكي لنا عن دورك فيه اه وقت دور محامي مع الفنانات الجمال وان شاء الله نبقى عند حسن زنوكو ومن فعش احرقوا ان كل اسه هتشوفكم دور العرض ان شاء الله تمام اه في حاجة حضرتك تحب تقولها في النهاية اه الناس اللي بتتكلم عن نسل الاغراب واستاذ محمد سامي واستاذ محمد سامي تعب في مسلسل نسل الاغراب جدا اه كان لغاية اخر رمضان بيصور في المسلسل مغير كده ان هو مش بيصور بس ده كمان بيشرف على الاخراج وبيشرف على التصوير وعلى المنتاج وعى الكناة فكان مش بينام اه اللي حصل بالنسبة للمسلسل اه لكن هو كان بيت دائما حاجة واحدة لما يكون الانفجار حصل ان هو مسلسل اكشن ومسلسل قوي الانفجار حصل صح والولعة حصلت صح ويجي من فرض واحد بس بعد ده كله يغلط فكان بيزعل لما كان يلاقي حد ما يستعتر بهذا المشهد طيب بالنسبة لمسلسل التووس كلمنا عن دورك فيه اه كنت من ديوب في الفندق اه مش متذكر في الحلقة الكام بس كان شرف لي ان اشارك المسلسل اصحب دور اعملت يا استاذ محمود كان عليك بالنسبة للأدوار دي كلها اشتركت فيها حضرتك مثل الاغراب ان هو مسلسل قوي ويشجع وان هو مش مسلسل كارتون ده حاجة كوية ويدل ده كله على النجاح يعني ده نجاح بسم الله ما شاء الله اه هو كان من حيث ايه الصعوبة فيه كان صعب ليه يعني عليك انت كدور ولا بالنسبة للعمل ككل لا اه هو عموما المسلسل ده ما بين ان فيه نار وفيه يعني مفيش كارتون ده مسلسل قوي يعني مسلسل يعني زي ما انتوا شفتوا كده عامل ناس بتتكلم عليه وعلى الحاجات اللي فيه اه جميل جدا مسلسل قوي جدا ومسلسل محدش يشتغل فيه وينسى اللي حصل فيه موظل من الاعمال اللي حردتك شاركت فيها قوية واعمال كبيرة ومع نجوم كبار حضرتك قلت اشتغلت في اعمال اعمالين سعودية اعمالين سعودي احكي لنا عنهم اه من المسلسلين الجمال اللي اتشرفت بيهم اه كان مسلسل اهل الواحة كنت طالع من الناس اللي هم قتلين اللي هم العالم الهجر اه اه اللي هي زهرت في صورة من شوية اه يعني دور شر اه والمسلسل البصير 1940 طالع من سكان هزا المنطقة اللي يتم فيها تصوير المسلسل بتحب اي الادوار تجسدها ادوار الشر ادوار الكومي دي ادوار تراجد دي ولا زي ما يجي لك الدور زي ما بيترشح علي يعني الدور بينادي صاحبه وبينادي شكله اه زي ما بيبعثوا لحضرتك في الدور ويرشحو لك فيه بتقديه طيب اه في حاجة تاني غير العمل السعودي شركة حضرتك فيها فيه اعمال تانية عمل تركي اه حاجة تاني غير العمل المحكمة على يعني بعد فيلم المحكمة بإذن الله اكون اه اقدر اقدم لكم حاجة ان شاء الله تعجبكم على كناة الام بي سي مصر مسلسل التركي مية وعشرين حلقة ومعليش لو طولنا في الحلقات دي كلها بس ان شاء الله انا بعند حسن زنوك ويعجبكم اه طبعا مسلسلات التركي معروفة ان هي طويلة طبعا اه حضرتك واخد فيها الضر كامل يعني اه طالع من عمال الفندق ابتدتها ان انا حلتكحت لحد ما وصلت الى تفتكر اربع سنوات شغال في المرجال الفني يا ساز محمود اه يعني ازاي دخلت الاعمال الكبيرة دي بناء على ترشيحات يعني هل في حد بيدخل كده ويتصاعد يعني حضرتك في الاعمال بسم الله ما شاء الله كلها اعمال قوية تسلمين يا رب اه فيعني دي ترشيحات اكيد من ناس كبيرة برضو قوية ما من دعم الناس اللي بيدعموني وبيدعولي الله يباركلي فيهم يا رب واقدر اكون عندي حسن زنهم وماقدر ازعل حد فيهم في عوامل تانية ان اثبت وجودي ان الوقت برضو ان انا التزم بالموعيد في عوامل تانية برضو بتخلي الفنان يصعد ويبقى من دور لدور او من مكانة لمكان اعلى هي المواد المزبوطة في هذا المجال فهي اساسه اه الملامح بتاعة وش حضرتك مش بتسبب ازمة حدش بيشوفك يقولك انت كذا ولا دور كذا لا ما هو ربنا يخلي الميك اوب دلوقتي بيخلي الواحد كوميدي يخلي اكشنه بيغيق بيقدر يغيق زي ما انا وقت دور اب اه تمام اه في الاخر بنشكر الاستاذ محمود اه على تشريفك لبيت المصريين وان شاء الله نتمنى لك التوفيق ومكانة اعلى واعلى ونلتقي بيك بإذن الله تاني في بيت المصريين بإذن الله ونعرف الجديد اه اعزائي المشاهدين في مثل عربي قديم بيقول من لانت كلمته وجبت محبته الكلمة الطيبة شيء مش بس صدقة الكلمة الطيبة طوق نجاح وبلسم شفاء الى هنا اعزائي المشاهدين نكون قد انتهينا من حلقة اليوم من برنامج بيت المصريين كانت معكم صفاء بدوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته